اشتركوا في القناة تنزل كميترات فيها نفس نفس اي شركة ثانية لكن اكثر الشركات في الصوب الثاني عندهم مؤتمرات لحق نزول جوالاتهم ونجزتهم كميتراتهم لو تبقاتهم صح لكن في الجهة المغابلة ابل مش بس شركة تسوي هاردوير مش شركة بس تسوي لابتوب و ايفون و ايباد برضو القوة عند ابل ان الشركة برضو تسوي السوفتوير مع الهاردوير فابل في شهر ستة سنويا في شهر ستة يلادي تعلن عن المؤتمر حقها اللي هو WWDC هذا المؤتمر WWDC 21 WWDC 20 19 سنة لراحت كده على حسب السنة فالسنة هذه WWDC 21 وهو مؤتمر جون المطورين هذا المؤتمر خاص للمطورين السنة هذه راح تسوي قبل في يوم 7 جون وكل سنة برضو تعلن عن المؤتمر ووقت المؤتمر في شهر 3 مارتش اللي هو هذا الشهر يعني باقي يوم تغريبة عن نهاية مارتش فقبل عن نهاية مارتش عند آخر وقت من مارتش كل سنة كده أبل تعلن عن المؤتمر اللي في شهر 6 في شهر 3 هذا المؤتمر الوحيد اللي تعلن عن ثلاثة شهور يعني من شهر 3 إلى شهر 6 تعلن عن من شهر 3 أما المؤتمرات الثانية لا قبلها بسبوع بسبعين عادي بسرعة تعلن عنك أكثر وقت قبلها بسبوع فبعض الأشخاص يقولونك أوه يعني ما في آيباد جريد المؤتمر بأيبرو ولا شيء لا ما لا شغل السنوات اللي راحت برضو أبل تعلن عن مؤتمر بعد أسبوع وقبل ما يجدك المؤتمر تعلن عن المؤتمر هذا اللي في شهر 6 عادي شيء طبيعي شهر 6 لازم تعلن عن قبل هذا الشهور لحق المطور لأن هذا المؤتمر أبل تجيب المطورين علشان يشوفون النظام الجديد مش نفس الشركات الثانية أبل لا لازم تسجعنيه القوة عند أبل مطورين برامج وغير الأشياء اللي موجودة في الآيفون أبل ستور لحق الآيباد وكل شيء والنظام الجديد كيف يتواصلون معه والإكس كود حق برنامج حقهم لحق التطوير فأبل لازم تدلع المطورين علشان يدلعوننا بالبرامج كذا أبل لو تهم المطورين راح النظام عليها ليش نحب الآيفون غير البرامج والدعم والكورتي حق البرامج في الجهة المغابلة الشركات الثانية في نفس الشركة يعني في الأنظمة الثانية كيف تسوي البرنامج فهذا ميزة أبل في البرامج وميزة أبل راح يبدأ من يوم سبعة إلىين يوم 11 هذا كل السنوات اللي راحل زي كده يوم سبعة تقول حق المطورين تقول لنا هناش الميزات الجديدة لحق الـ iOS 15 في الوقت هذا راح يكون الـ iPadOS 15 الماكOS برضو الجديد الـ WatchOS لحق أبل واتش برضو التفي أوس فكل أجهزة أبل فهذا اليوم أبل تعلن عن النظام الجديد الخاص فيهم وكل سنة لازم بعض الله شخص يقول لك أوه ما فيه iOS جديد ويكون خربات كثيرة شي طبيعي من شهر ستة وشهر سبعة وشهر ثمانية كل الأشهر هذي يكون بيتا لنظمة كلها بيتا لنظمة كلها نسخ تجريبية في الشهر تسعة مع علان الآيفون القادم يعني تمتر هذا الشهر نظام تجريبي في الشهر تسعة ينزل النظام مع الآيفون والماكوسة كثير الوقت ينزل في شهر عسرة لسنين راح لنزل في شهر 11 يتأخر شوي بس هذا كل نظام وكل شي يوم سبعة أول يوم نشوف المؤتمر حنا كلنا ويوم ثمانية وتسعة وعشرة وحد عشر هذه الأيام يكون فيه لابات خاصة أبل تجلس مع المطورين وتعلمهم الأشياء الجديدة وتجلس المطور نعلمهم على برنامج الـ X code لحق البرمجة والمطور مثلا عنده سؤال يسأل أبل أبل تعلم الأشياء هذه كلها خاصة تكون بعد يوم سبعة هذه الأشياء تكون خاصة بين الأبل ومطورين وأبل تعطي المطورين أشياء ثانية مثلا يعني بعض الميزات أبل ما تتكلم عنها في يوم سابعة في مؤتمر يعني نتخيل ساعة أو ساعتين المؤتمر أو حتى لو نكون ثلاث ساعت ما رح يكون ثلاث ساعت تبي تعلن عن ميزات iOS 15 والWatch OS والMac OS صعبة فتقول لنا الميزات القوية في بعض الميزات ما تقول لحق المطورين وحني إذا نزلت عندنا برضو كنسخ تجربية أبدأ معكم السلسل وأعلمكم الميزات فهذا كل المؤتمر لكن السنة هذه أبل صوت حركة أبل كل سنة تنزل يعني كل مؤتمر تحط بوستات والأشياء دي لحق المؤتمر يجيد وكل شي إلا هذه السنة كل البوستات فيهم شي واحد مشترك ألا وهو النظارة يعني مثلا دي الحركة أن اللابتوب مفتوح والرفلكشن حق البرنامج اللي موجود على اللابتوب على النظارة الشخص تشوفه أوكي في اليمين جون سابعة وهو المؤتمر رح يكون في جون سابعة والجهة الثانية فيه الإكس كود هذا البرنامج البرمجة موجود في الماك أو اس وبرضه في اليسار يما الكلندر فيه موجود البرنامج الترمينال فبعض الشخص يقولك أوه بس يعني الرفلكشن حق الشخص حتى نعرف أنه جون وهذه ما توقع من هذه الحركة يعني الرفلكشن يقدر يخلونا بدون النظارة وتكون على عين الشخص اللي موجود أو عين الصورة أنه موجود عليه جون فأتوقع أنه قبل مدقة على الـ AR يمكن إذا موش مدقة على الـ AR ليش كل الصور اللي موجودين نحن الدعوات كلهم لبسين نظارة قبل الصور الثاني عادي أجي لك شخص لابس نظارة أو شخص مش لابس نظارة شخص لابس سماعة مثل ما نشوف هنا طبعا مش سماعة تابرضي ولا إيش سماعة ثانية لا سماعة لحق الأشخاص اللي عندهم صعوبة في السمع فبنبسين هل هي سماعة عحانا تسوي لك أبل دعايا لحق بنت مثلا متحجبة لحق مثلا المسلمين والشخص مثلا تعرف حينها كيف العنصرية واحد أسود واحد أبيض فالأشياء هذه لكن هذي كلهم السنة هذي لابسين نظارة وفيهم مستوي نظارة أتوقع نشوف نظام جديد لأن أبل لو بتنزل نظارة الواقع المعزز اللي عندها أبل لو بتسويها فلازم تنزل حق المطورين للبداية فإذا فيه شيء جريد في المؤتمر القادم غير الآيباد ووس والماك ووس والآيو ووس والواتش ووس والتيفي ووس يكون شيء جريد لحق النظارة ما يسمون النظام الحق ما أدري آيو كماسس ووس ما يسمونه لازم نشوف للشيء جريد ونزلونا لكن شيء طبيعي أن أبل لازم تبهرنا بالنظارة كبداية لكن ما تقدر تنزل النظارة غير ما المطورين يدعمون فأتوقع أبل راح تبدأ دعم حق النظارة إذا كان فيه هذا المؤتمر المناسب أن أبل تعلن عن الشيء جريد بما أن الشيء جريد ونظام جديد ويحتاج برامج ففي الـ WWDC هو مكانة عشان تعلم المطورين عنه ومطورين بدون يبرمجونه بعدين أبل تعلن عنه نفس ما سوت في الأموان سنة راحت مع نظام جديد بس فننتظر قدام هل متحمسين بالنسبة لي متحمس كثير لحق الـ iPad OS أكثر من iOS مدري ليش لأنه متحمس لحق الإيباد أكثر يمكن اللي هو في شهر أربعة إلى الآن متوقع أنه في شهر أربعة بعد بكرة راح نخش شهر أربعة فنشوف قبل رمضان بسبوع في مؤتمر حق قبل في رمضان أول أسبوع رمضان ما ندري إلى الآن لكن نشوف المؤتمر لحق الإيباد إن شاء الله والمؤتمر جون لحق WWDC للمطورين للأنظمة الجديدة بس بفناتر في ديو تصور اشتراك والغناء واشتراك في حساب وشاتر وضبطكم عمل لك المقطع وانا شهر المقطع ولا تنسوا مضدعاكم والسلام عليكم